يسأل عن الكتب السماوية السابقة قبل القرآن يقول على من أنزلت وما هي عزمي بارك الله فيك ورضي الله عنك لا شك بأن الله تعالى أنزل كتبا كثيرة ولذلك يقول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فهناك كتب كثيرة جدا أنزلها الله عز وجل كما أنه بعث رسلا لا يحصي عددهم إلا الله لكن ما سمى لنا في القرآن إلا خمسا وعشرين نبيا ورسوله كذلك الكتب كثيرة لكن الله تعالى ما أخبرنا إلا عن عدد معين أما التوراة فأنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام وأما الإنجيل فأنزله الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام وأما الزبور فأنزله الله تعالى على داود على داود عليه السلام وأما صحف إبراهيم فأنزلت على إبراهيم وصحف موسى على موسى والقرآن هذا الذي مهيم على جميع الكتب السماوية وهو المعجزة الخالدة الباقية لأن الله تعالى تكفل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام فنسخ الله به جميع الكتب السماوية ولذلك هو مهيمن عليها